السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد ضيفي وضيفكم في هذا العدد هو من بيني الإطارات التي تركت بصمتها في عالم التسير اختير ثلاث مرات كأحسن مسير في الجزاء ليكون بذلك مرجعا في عالم التسير هي قصة من قصص إطارات عانت من ظلم أعداء النجاح فمن التهديد العرقلة إلى محاولات القتل وغيرها بدون إطالة دعونا نتعرف على ضيفي الاقتصاد في هذا البوردخي ترجمة نانسي قنقر وجد شركة صيدال تحتظر عندما تم تكليفه بتصفيتها لكنه قام بالعكس فطورها وأعاد هيكلتها ووضعها على سكة النجاح هو إطار من الإطارات الناجحة التي لا تعرف المستحيل لا يتراجع للخلف مهما كانت العوائق ولا يتوقف مهما صدفته العرقين إنه المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون في منطقة تماسيم بيتوكورت ولاية ورين أولد الطفل علي عون في السادس مايه 1946 طفل شرب التحدي من البيئة الصحراوية فخطى خطواته الثابتة نحو النجاح بشواره العلمي كانت أثرياً بداية من شهادة ليسون سنة 1965 ثم تم إرساله في بعثة نعلمية إلى بلجيكا ليعود منها سنة 1972 بشهادة دكتوراه في الكيمياء الصناعية السيد علي عون اختار الجزائر ليفيدها بخبرته النظرية فكان مديراً عاماً لعدد من المؤسسات الوطنية على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الكيميائية من سنة 1979 إلى 1982 ثم مديراً عاماً للمؤسسة الوطنية للمنظفات من سنة 83 إلى 85 ليصبح بعدها مدير الكيمياء بوزارة الصناع من سنة 1986 إلى 1995 في هذه السنة كلف بتصفية شركة سيدال لكنه أنقضها من الإفلاس والتصفية فكان مديراً عاماً لها من سنة 1995 إلى 2008 سنة 2008 كانت نهاية الارتباط بالقطاع العمومي حيث استقال السيد عون بعد ضغوطات كبيرة ووصلت لحد التهديد ثم وحاولت الإغتياء توجه بعضها للقطاع الخاص فعمل لخمس سنوات ككاتب عام لمجمع سيفيطان من شهر جوان 2008 إلى فبري 2013 ثم كاتباً عاماً بمجمع حدان من سنة 2013 إلى أواخر جوه 2016 حالياً علي عون متقاعد لكنه لا يبخل بالاستشارة ومساعدة كل من يقصده يسحرك بطواضعه ويأسرك بثقافته التي اكتسبها من مطالعاته المستمر وعشقه للكتب وبعيداً عن هذا فهو رياضي محب للفن الشرقي الراقي على غرار أغاني كوكب الشرق أمك الثوم كما يهوى الفولكلورة الجزائرية التقليدي موسيقى موسيقى السيد علي عون الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع حدان من سنة 2013 إلى أغاني كوكب الشرق أمك الثومة أهلاً ومرحباً بك معنا شكراً نعم إذا كما كنا نشوفه في البورتخي يعني من بين المهام الثقيلة التي كلفت بها هي تصفية مجمع صيدل لكن أنت قمت بالعكس يعني حولتها من مؤسسة مهددة يعني بالإفلاس إلى نجم لامع في عالم يعني الصيدلة يعني كيف تمكنت يعني من تحقيق ذلك ولماذا قمت بالعكس شكراً أود أن أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة في الحصة أنتعك وأود كذلك من طرفك أن نهني سيد المدير العام لقناة النهار على المجهودات التي رأي قيم بها في هذا الميدان إذن نرجع للموضوع الصيدال كما تعرف كانت في سنة 1995 من بين المؤسسات التي كانت متوجهة للتصفية بالفعل في الوقت هذا كنت مدير عام مدير مركزي في وزارة الصناعة مدير مركزي مكلف بالكيميا والصيدالة طلبوا مني باش نروح ندير فحص لهذا الشركة لأنها كانت شركة ما كانتش مجمع اللي كان في وضعية صعبة صح وضعية صعبة عندما رحت أنا في أفريل 1995 قمت بالفحص المؤشرات الأولى كان عندها عاجز مالي في الوقت هذاك بقيمة 120 مليون دينار جزيلي تقريب ١٢ مليار كان عدد العمال ٢٥٠٠٠ عامل كلها كانت منذ ست شهر المخازن كانت كلها خالية من المواد الأولية ومواد التغليف يعني المؤسسة كانت فشلة فشل كبير قمت بالفحص شهرين ومن بعد شهرين هذيك تقرير نتاعي ديت الجماعة المسؤولين لعينوني خرجت بقناعة أولاً المؤسسة كانت مؤسسة قوية بفشلة لماذا قوية؟ لأنها عندها أولاً سوق سوق الأدوية الوقت هذاك كان حوالي ٨٠٠ مليون دولار كلها استيراد هذا سوق المؤسسة الوحيدة اللي كان عندها آلات إنتاج ووحدات إنتاج ثالثاً المؤسسة الوحيدة اللي كان عندها يد عاملة متكونة لأنها صيدالة لإكزيستيه دوبي براتيكما ٨٨٧ سبعة وثمانين بعد إعادة الهيكالة للأبسيا الفارماسي الصيدالة المركزية الجزائري كانت الخلاصة نتعليه قال هذة المؤسسة ما لازمش تروح للتصفية هذا الكون مع ركوماندازيون تعلل الوديت المسؤولين في الوقت هذا قال نحن عينناك باش تصفيها موش باش تطبق الأوامر تطبق الأوامر واناك كوم كومي دليطا جدي قلت لهم يا جماعة أنا من سي وفولي لليكيدي جون سي وانسي ترم مانيش الراجل شوفوا واحد أخر ورحت باش ننتحق بال المنصب تاي سابق تراجعوا تراجعوا وقالك لا روح ولكن بالعبارة هذه سؤول الوقت هذا اللي يتكلم معي قال لي جاسبير كفو صافيس كفو فات هذي أول تعديد نعم قلت له معليش قلت له أخر السنة حاسبني 95 نتحاسب هذا كواكل وما هو الطريقة اللي خذتها حاجة سهلة أولا باش تنهض المؤسسة اليد العاملة العمال اللي كان مواش خاصي لازم تضب الراسك تسدلهم جي نيكو سيا بك سي بيها والحق المدير العام تاع سي بيها الوقت هذيك مشي معايا عطانا قرد خلس سددنا الراواتب بتاع العمال جبنا المواد الأولية وانتلقنا في الانتاج نعم حاجة سهلة إذن في هذه الحالة لماذا المسيرون كانوا يودون تصفية هذا المجمع يعني نعودها ميات خطرة لقد عمال فيه لعبية فيه لعبية وليه لعبية لعبية وليه لعبية نقولها وليه لعبية نعم لأن السوق الجزائري كان سوق كبير في الأدوية كان فيه تبدير كبير والمخابر الأجنبية واللوبيات هنا شايفين فيه سوق تتجيب سهولة يعني باش تنتج وتنحلهم هذه الفائدة من فم هم ما يقبلوا لكش هذي يلا دونك سيتي دون لير دي تان كوماندي الوقت هذا قال صفي وصرع العمال الفين وخمسمائة عامل كانت تروح يعني ضحية دونك وانطلقنا والحمد لله هذا باش نقصر لك جوية أخر 75 جو مرابيل فان جنوية 86 رحت بالريزولتا شوف سددنا العجز المال تعلي صنوغان مليون دينا وسددنا القرض اللي اعطاهنا السيبير والعمال خلصوا فدر وفضلنا تقريب 100 مليون دينار جزائري فايدة في السنة الأولى وكان نفار وانطلقنا من بعد نشوف كيف كانت استراتيجية لتعني باش نادل سيدال كما لكم تشوفوا فيها حاليا نعم الآن سؤال آخر أنت لما كلفت برئاسة مجمع صيدال هل تعرضت لضغوطات من طرف أصحاب النفوذ من وزراء إلى غيرها يعني اليوم الحمد لله عطيتوني الفرصة باش نتكلم وهذه نقولها ونزيد نعودها هذه خطوة أولى في إعادة الاتبار وهذه نستعرف بقناة النهار في هذا الشيء نعم الضغوطات بدأت يعني من طرف النفوذ وقلت في الوقت ذاك رئيس حكومة اللي كان موجود ورحت شفته وطلبت منه لقاء وقدرت معه وتكلمنا قلت شوف أنا جيت باش نخدم وجيت باش نقدر نهض هذه صيدال نقدر نواجه المستطميرين المخابر الأجنبية وكل ولكن جن با فار فاس وز انستوتيسيون دل كان عندي مشكل كبير مع جميع الوزراء اللي فاتوا في هذا القطع صح أنا قلت هلهم كان بعض وزراء ويعرفوا روحهم تكلم معهم وقلت لهم يا جماعة عراكم مفوزات دي مينيستر دي لسانتي دي ريفورم أسبيتاليير النورمال المهم منتعكم الأولية هي لسانتي صح وإعادة المستشفيات تحسين موسيقى كيفاش كنت تعامل معهم يعني رغم كل هذا الضغوط شوف أنا عندي طربية وهذه يعني الوالدين لا يرحمهم ربا وني قال شوف تنكرك تخدم بصفة وتخدم بقناع ما تخاف من واحد إلا من الله وهذا كنت نشد وكنت تتابع بلك شفت في الجرائد الوقت هذاك الندب اللي يتكلم نعطيه هذيك ما حبوهاش كنت نقول صيدال راهي شركة شركة وطنية لازم تكون اللوكوموتيف دون الميديكاموه والحق هذيك لازم تكون هك كان ناس في الجهاز الدولة واللي ما حبوهاش الهضراء هذي كيفاش هذا عون وشكون هو يهضر الهضراء لأن ما قدروش يديرو واش درنا احنا درنا وكشفتوا المؤسسات كان عندي مشكل كبير إلا مع بعض الإطارات في الدولة بعض الديركتور في المينيستر بعض العراق كانت في ولكن المستوردين الخواص سعون ممكن أن تحكينا حكاية صارت لك مع هذو الوزراء ولا هذو المافيا أو حتى هذو أجهزة الأمن إلى غير ذلك يعني تعرض الضغر نعطيك دوز اكزامل الالول والوزير يعرف روح ودرك نهضر عليه وما نقول شسم مي يعرف روح والناس يعرف روح نطب درت يونيتود نعم سور لا سور فاكتور دون الميد كامو تدخيم فور مستوردين ما مشكل ما نعم ممش درت يونيتود كمبلة توجد شفر وحطيت عليها التامبر سكري وبعتها أعلانية يعني نعم بعتها السلطات المعنية بالأمر قال أجماعة هاو لا سور فاكتور شحل تسقام للجزائر في الوقت هذا كانت لأنها مستورة لأنها 750 مليون دنار 2004 ومشكل 750 مليون دو دولار لأنها نعم مستورد الشركات التي تتعرض مع الكالكول مع معلومات وفاكتور من عنده فورنساء الانسيطوط تتراوح النسبة على السورفاكتورات بين 25% و 30% و سأتحرك بعد ذلك سأتحرك يعني أنا في المكتب و أتعرض ط انت و أتحرك في المنيتب و أتحرك و أتحرك و عندما أتحرك أنا في المجاور و أنت وصلت يستقبلي و سأتحرك و أتحرك ضد هذه الجمعة وفلان 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 الوحفة ومتحدث في الوحفة هذه المنطقة تصديق كما المنطقة ويبن أيضا شباباً كما يتطلق فمن المنطقة في المساعدة على حدث قبل معه وهو يومي والذي تلك النايب في الحراش الابعقر في المنطقة فهم القضية إلى ديبوتي واللي تغيد في الشيء هذا سيكل اللي كانوا مقابليني منهم جزائريين ومنهم أجنبيين اللي كانوا منخارطين في الاتحاد الوطني لزوبراتور الفرماسي ينوب في الوقت هذا ويقرر مقابليني هذي اللي غادرتني في الوقت هذا المزياء يعني إذن إيتي ديبوتي هذا مثل نوتر اكزمبل جمي امي مرساً اوشي نرجع لها بالك من بعد لانسولين جمي مرساً على نوفو نورديس كالوقت هذا ونسكول تبعث ونسكول تبعث ورحت عنده البرو ويعرفو روح قال لي انت سعونه وشي هو هذا الناشناليزم ابسورد انتعك يعني جمي مرساً يجب انتعك كيف سيدي الوزير وليس كلمت له باسمه كيف سيدي الوزير يجب انتعك انتعك ناشناليزم ابسورد كيف سيدي الوزير قلت له فهمي فهم هذا يعني مثالي وخلي بلا لزيزمبل مع الديراس لزيزان كتير لكور دي كونت يعني العرق لم كانتش برك هنا يعني تعرض حتى المحاولات اغتيال وحرق المنزل إلى غير ذلك كين يعني بعجالة قلنا في هذا القضية 96 الوقت هذا يعني جي دي سيدي قررت باش يكون نهضة في مركب المدادات الحيوية تعمدية تعرفوا الجيان كي ايتي رياليزي بار البرزيدان ابو مدين في الوقت هذك رحمه الله اتي ان جران كمبلكس اللي نورمالما يغطي احتياجات افريقيا في مدادات الحيوية جيت لقيت وحابزنا وكان في وقت صعب تعرفوا كاترين كنز كاترين سيس كانت المنطقة شوية يعني سخونة قررت باش نه سافرت رحت نبات تم في الكمبلكس جا في با كونفيونس نبات في بلاس اخرى غير في الكمبلكس بس كنا في إنسيكوريتي توتال لابارد لارمي وليوم نشكرهم على شي هذا بد تم شهرين ثلاثة نهضنا ولينا نجو وطلع كان من عشرة في المياه ربعين في المياه خمسين في المياه القدرة الشرائية القدرة الانتاجية نتاعه وبدنا نوضفه في الأومان ناسي ما على بلاش ما ياب بري ميل كاتسون ترافايير اللي تخدم في مدياتهم ومتم صدرنا للمواد الحياوية وصدرناها يبداو للمتر لمتر دمناس كان للموقت هذا كجياء أنا جني كراي من نهارات جتال على المدية كان 6 أبريل 86 مع السيق رحمه الله بورحلة اسمه بورحلة الوقت هذا طالعين كانت عندنا يركات تكونوا نبدلوا في الكرار سيركات تتعرفوا باش نتموه في الوقت هذا الناس ما على بلها شبالك ولا على بلهم 85-96 يجب أن يبارك الجنرار في طريق الشفاء تطلع فها سيف figureler في الخرجة الحمدانية كول هو فاي شافر العقل مش بارك wire جاءت الجبل وانترافيرسان وقالت جاءت صوفاوني الحق لتاكسي حبسوا وحبسوا وجاءت العجندار بلي جاءت دوني فطنت فطنت هنا في الناجة هذه محاولة الأولى وهدروا كانت الناس هدرت ذلك الزمان ومنا عرفوا شيء وطططي وطططا وروح يوم الأيام ان 4.27 أول محرم تعلني 4.27 للك انكو التليفون في الدار قالوا لها لازم يجي عندنا تول سويت لكازير انتعى الشراغة ايجو بولو سيتي كان الوقت هذا الكلوني العبداللي ذركه في التقاعد ورحت أنا مع البالي شناش دخلت عنده ورأ لي وحل كارلي ملطخ بالدم فيه تصوير لسم رقم تليفون تليفونات كل عندي ورقم الماتريكول تعصير قال لي اليوم صباح قتلنا جماعة كانوا قدام دار البيضة لان كان المكتب انتعى في دار البيضة على الستة تعصباح كانوا فيها ربعة من الناس يستنوا فيها هذه يعني والحمد لله الحمد لله يعني من بين كذلك القضايا اللي تهموك فيها هي قضية الخليفة تهموك أنك تلقيت يعني رشاوي امتيازات إلى غير ذلك كيفاش يعني لسقوا يعني اسم علي عاون في قضية الخليفة يعني من دوم القضايا هذه قضية الخليفة وقضايا تخرق منها لحظة امتيازات يعني من دوميسي بمجرد في مجموعة التي حدت على هذه الطريقة وفي قضية الخليفة يعني من دوميسي كيفاش يمكنك من دوميسي لكن أنا أكون معاكم على دوميسي لا تهتموك قضية الخليفة يعني كيمال جواشد وصلت الخليفة أنا لا أصدقائي أنا لا أصدقائي أنا لا أصدقائي هناك مقابل هناك أحد يرشيني هناك مقابل نهار اللي فتنا في بليده المرة الأخيرة واغتنمت الفرصة لحضور مؤمن الخالفة قلت للبرزيدون قلت له قوله قولك وش عطيت له لا أصدقائي أصدقائي أنا رئيس مدير عام وجمال السعدان لا يحتاج إلى أصدقائي أصدقائي أو أصدقائي أو أصدقائي أصدقائي اليوم أصدقائي 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 2004-2005 أصدقائي أصدقائي اصدقائي لتعيق ويقوم بالفعل على الانتفارمال. يجب أن يجب أن أتركوا بعض الأشياء. وإذا كنت أقل فيها الانتفارة، يجب أن يحلوا الانتفارات المتحدة، يجب أن يقوموا بشكل مستقرول. لكن يجب أن يذهبوا. نهار اللي قامت القيامة في الفين وسبعة في في بليدة جرسوا ان سومن افان اون كونفوكاسيون للتريبونال متهم رحت دالولي راك متهم برشوة ويخيفتنا اكشفتنا اكشفتنا قبضوا علي اذاك زمان بعامين حبز تنفي نافي داو بس حال ذا جي كنتيني افرمن انفسيقاشون وين اليوم انا متأكد سي او نيفو دلشامبر داكوزاتيون كيليا يو قال عون ما كانوا دخلو والناس كل تعرف لشامبر داكوزاتيون بالك فضت كان دايمن فيهم دي رابور حبو وقحموني بدراع في هذه القضية والحمد لله بهم كل مش كسرون كسروني من الفين وخمسة حتى الالفين وخمستعاش عشر سنوات وانا مكسر نعم سيد علي عون رئيس المدير العام الاسبق لمجمع سيدال استراحة قليلة ثم نواصل نقاش انتظرونا لا تذهبوا بعيدا مشاهدي ومتتابعي قناة نهار اهلا بكم مجددا الى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وضيفي في هذا الستوديو السيد علي عون رئيسا مدير العام الاسبق لمجمع سيدال اذا بعد ما تكلمنا في الجزء الاول على كل الضغوطات محاولات اغتيال الى غير ذلك كما تكلمت في البداية انت تعتبر يعني مرجع فيما يخص عالم التسيير يعني هل اليوم تعتبر نفسك احد الاطارات يعني المظلومة احد الاطارات المظلومة ومظلومة صح يعني الناس يتشوف انا تمنيت منذ عشر سنوات انا قاعد يعني والبلاد ما تسافاتش من الخبرانتا عنا ومجمع سيدال 2008 كان في القمة كون خلاونا لليوم زيد ناكد on était sur une lansée وان pouvait aller facilement اليوم راهي مجمع سيدال peut-être يكوفر jusqu'à 50 60% والإنسابقاء في المساعدة اشتركوا من مرور كبيرا تغلق لونني ا في القجرة كان قايا لأسفKI على الريجل لدينا ان تغلق كله لنجن الإنسيود لنهان والمائد والعقد فيظيف سي scored لط facilitating ما هو debate سيارة فنجل قد ان دعوية 2008 و les لحاف firm من نجم lookin مع جدي 언제 في المجهودات 40-42% المجهودات لا يزاوش 10% لا يزاوش 10% على المجهودات يتعامل المشكل كبير هناك في سنوات يعني العرهاب كانوا تورني لدول ألجيري وكل شاهدت العدة الشراكة التي قمنا بها في الوقت هذه من أحسن شراكات التي كانت في الوقت هذا مع أحسن مخابر عالمية فايزر هي النميرو 1 مونديال الذي يدور هنا ودشنت في 2003 مع رون بولنك في الوقت هذا المصنع بالشراكة وينتج مع سوميديا هذا هو كل خلونا وكملنا وكملنا في الانسولين الانسولين والليلون نعم الآن بما أنك تكلمت قلت أنت تعتبر نفسك من بين الإطارات المظلومة سؤالي كما يلي من ظلم السيد علي عبد أنا ظلموني نظن ومتأكد ما بش نظلم ظلموني الجماعة اللي كانت دير في التقارير المفبركة شكون هم هذو جماعة القرارات المفبركة هي كانت من طرف ديراس من طرف بعض جهازات الأمن التي كانت تلوماني لا أستطيع أن أقول الكتب تلوماني أنني أتكلموا اتكلموا يتعلموا في التقارير لديهم في التقارير هناك في ديرس هناك في ديرس يأكلون ويشربون في العقانتين ويأتون يعني في ديسان فاصل دي رابور كي ناوي ني تتنيك ديسان بيدان ميسكوز دي ترم غالاو هادئكاو هادئكاو عون عندو شريكا مصنع في المروق في المغرب يعني شوفوا يعني وين توصل الوقاحة حتى نتولي هالفكا عون ملياردير يعني يعني يعطيت لزمانات تعكم كل الجيستفكاتي عون ملياردير أو الكريه كيف راش نكتب على مؤسسة ونعطي أرقام وندخلوا للبورصة في تساواتسين لابورسة كالكشوز دي سيريو مسيو يفو هاتر يعني رانطابل يفو افور ان كونتابلية وين حسنين يفو افور بلان يفو افوروا بلان ويأتي لسول إنترسة وليسي قرور وين كان عندنا سي كوميسيار وين أفوروا بلان ستا من أفوروا بلان ون أفوروا بلان في المرور هذا سيطلق وإنه حسنة 機اب thấy نحن الانسلام كتب أحسنت نحن لك وكل لد troisième وفي الرحالة أم جأن القبيل وفي سرف춰 أناου mine نستعود أناですね عن الأجنساء الاغاء هادكية الو رسوى ان راپور الو كونوكسي لاباسي راپور و تقعد في الراپور هذك روح نتايا دافع على نفسك و جيب الو كونترار امبوسيب سيتي ام بلان كان ام بلان مدروس يعني ام بلان مدروس من اللي من نقول او بري من من كاتر وان ديزنوف وطلع ام بلان كان مدروس دقيق تاقصر وانا نقول هاليوم تهموني تهموني وبعد الجماعة سمحهم الله دي مينيستر اللي مقدروش يديروا حاجة اخرى كان فخامة رئيس الجمهورية سعب لازيز بوتفليقة كان يسمعنا وكان معوني بزاف نهار في الدوزيام في الدوزيام منضاء وزير من المزارة ويفهم روحه ودركه في التقاعد ولا منشعر في الراوي دوي في روحه مريض ولا منشعر قال لهم معون ضد ضد رئيس سيد رئيس الجمهورية شوفوا وين وصلت ومشات هاو ما ضد رئيس الجمهورية وكسروا العمل الحمد لله فخامة رئيس الجمهورية موش انسان اللي ما يفهمش وفهم الوقت هذي كوين ماشيا وجاء ودشن تعطيتني الفرصة بشتكلم على لانسولين جاء ودشن مصنع لانسولين في 16 أفريل 2006 وكان عرس كبير نهار وليوم الناس يتتكلم يعني وهذه اللي تتحاجة أخرى تغيض أكتر يزين مصنع نعم بما أنك تكلمت على الانسولين يعني من بين الأدوية اللي يكون تركز عليها في الوقت هذا كسعون هي الانسولين لماذا لماذا الانسولين الناس كل تعرف لذلك يتحاجة أفريل جائزين وليوم تتحاجة اشتاجة وليوم دوالر في مصنع المرض النوح هذه تتحاجة تنظر افريل 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 كسعون افريل افريل نعم افريل قامui افريل 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 نجعل البلاد مرتبطة قارورة الأنسولين مستوردة في الوقت هذا كان مليون مريض تتصور نهار من نهارات هذا الذي يصدرنا في الأنسولين يتير في العم مليون جزائري تموت لهذا نقررنا في الوقت هذا لأننا كنتم أولاً تصدرنا في الوقت بالنسبة لأننا كنتم قلت يجب أن يكون جزائري تموت لكن في مجرد من الأنسولين وذلك نقررنا وليس لك اقترحناها وليوم أعطيتني الفرصة لتحضم بعض الناس الذين كانوا يهضروا باطل أعطونا التسريح ونصنع المصنع هذا في 27 جوية 2004 المصنع الدشن من طرف فخامة رئيس الجمهورية 6 أبريل يوم العلم في قسمتنا 2006 لم يكن لديه أنا اليوم نتحدى أي إنسان يكون يقدر يدير يوزين بارك نورمال يوم بريكاتري في من با عامين والناس تحضر ومداروها وقال اندرقيراك واحد يقولوا يقدروا يديروا لانسولين يعني واحد الهضرات لم يكن لديهم منيسر في الوقت هذا يساعدوا مدكوراجي قال كيفاش تسعون تدير لانسولين كيفاش مديرهاش لانسولين الصيدال كان عندها تخصص في لانجيكتاب توسكي ستيريل صيدال كان تخدموا مقبل فيه نقول له الوزير هذك اللي يقول ما نقول له هذك الانتيبيوتي كمبيسيلين لانجيكتاب يقول له في مدية ومدية مخدومة في ستيريل سيلا مام شوز لانجيكتاب هذا في ميخوص قرية انسولين نعود في ميخوص يعني دائما يعني الاطارات المظلومة بما انو الحدث يعني حاليا هناك يعني العديد يعني من دعوات يعني من طرف أحزاب سياسية وحتى من بعض الاطارات إلى إعادة الاعتبار يعني لهذه الاطارات المظلومة اليوم كيف يمكن إعادة الاعتبار لهم دابار سنكو هذا ليس جيدًا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقال في البلاد في مدان الاقتصاد. كيف حدث؟ وصل الوقت وين تكون عنده القدرة كي يصير مليح ويقولون ان نسمح لك روح روترات. هل قدر صن بارتيا 40 أو 50. ما هو هذا؟ هذا ضلم الكبير ضد الاقتصاد البلاد وضد تنمية البلاد. والناس الذين يدارونها يجب أن يخلصوا اليوم. لا يجب أن يحصل على شيء هذا. قدر صن بارتيا يقرروا لهم حياتهم حتى يقبلوا يروح. ونحن الذين يقوموا أعطونا الاجيستيس والتريك. كذلك هناك إطارات مسجونة حاليا وما زالها في الحبس. في إطار حملة الأياد النظيفة التي قام بها في التسعينات السيد أحمد ويحيا. هل يمكن أن نقول أن أحمد ويحيا كذلك يمكن أن نقول أنه هو يتحمل مسؤولية هذا الإطارات؟ أرى كيف يحملوني المسؤولية في بعض النقايص في المؤسسة من طريقة إنديركت. إنه يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون العموميين. لا ميور مانيار لكي تصفيه يجب أن تكسر لي كذلك. هذه معروفة. وصارت ومشفته. الظلم كبير. هذا أو يحيا أو واحد أخر كل واحد يأخذ مسؤوليته. كما حملونها مسؤوليات بظلم يجب أن يتحمل كل واحد يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام العدلة. اليوم بما أن تكلموا فيما يخص الظروف ليعيشها خصوصاً الإطارات التي يشتغلوا في المؤسسات العمومية. اليوم هل المسير أو المدير الذي يعين على رأس مؤسسة عمومية هل يتمتع بالاستقلالية؟ هل يستطيع أن ينفذ برنامجه؟ أم أنه آدات في أصحاب النفوذ أو الوزراء أو غير ذلك؟ كل صراحة. كل صراحة. قبل أن يصدر القانون ضد رفع التجريم عن فعل التسيئة. نعم. ممكن. تليفونات والدعوطات والمناس والشيء الذي يقوموا في فائدة المؤسسات. ويذهب ضد اللوبين ويطيح لك. يطيح لك. اليوم بلدك يبدو استقلالي. لكن هذا يبقى يجب أن يقوموا برنامجه. لأن السيئة مهمة. يجب أن يجب بعض الوقت. لكن انتظرنا مجرد المعارضة. بيك خائفة أنا كلموني في الدربة التالية هذه اللي خرجت من المؤسسة 2008 رحت جيتي كنفوكي بالجوجة دانسوليكسيون 2011 رحت اللي كان فيها ضحية ونذكروا اليوم اللي خلفني سي زواني راشيد نعم حكم خمس سنين حبسة وخرج هذه الليامات ونتمنى راو في صحة جيدة على باطل كلموني أنا قال لك هاو دار قضية مع واحد وانت كنت على بالك في الوقت هداك ومتهوم بإهمال كيف شهذا أنا المؤسسة طلعت نهملها تلت سنوات من بعد من يخرش صيدان باش نقول لك الحاجة اللي تقوم في صيدان لازم عاون جيبه هذا المشكل الكبير يعني ما زال بعض الإطارات راه يتعاني ولازم يرفع عليهم الظلم يرفع عليهم الظلم هم أقبل ما يرفع علينا عاوني رفع عليهم الظلم نعم الآن كذلك يعني من القطاع العام يعني انتقلت إلى القطاع الخاص يعني السعاء وانتقلت بعد ذلك شتغلت يعني عند مجمع سيفيطال وبعدها شتغلت عند يعني مجمع حداد كيف كان الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وكيف تقيم هذه التجربة أنا أتحدث عن طريق مجرد لا يوجد اختلاف من القطاع العام إلى القطاع الخاص لعب وراء لعب لا يوجد قطاع عام أو قطاع خاص لعب في احترام نمط التسير العالمي الراسبيل من نورم دي جيسيون انيفرسال الحمد لله أنا أرى تقريب خمس سنوات مع سيرابراب في سيفيطان تعلمت كثير بس ما نكونش نعرف كبير القطاع الخاص تعلمت كبير كثير وتعلمت السيليريتي دون لديسيزيون سترز انبورتان الشي اللي ما كانش عندنا هذا هو الفرق ربما ولكن أنا فتهم كثير والحمد لله سيرابراب لنجم يتكن منهم ويجهد فتهم كثير بالتنظيم بلوتيت جيسيون كمانجير لورغانيزيون دون انتروبريز درنادي فيليال لا مام شوز تقريب مع السيد وليوم عطيتني فرصة باش نشكرهم في زوج لاننا لقيت من عندهم يد المساعدة البقيراني كنت نطلب السالير تاي سيسبند لقيتهم هما يعني الحق ما لقيت منهم إلا الخير ونشكرهم مزيد نشكرهم ولازم الناس هدو يخلوهم يخدمو أكتوف وش رام طايحين على حداد وش رام طايحين على يهد يخلو الناس تخدم الآن يعني نعود أن تكلموا فيما يخص سوق الأدوية بما أن أنت عندك يعني تجربة كبيرة في هذا الميدان اليوم كيف ترى يعني سوق الأدوية في الجزائر من يتحكم في سوق الأدوية في الجزائر هل سوق الأدوية منظم إلى غير ذلك Moi je suis très جلو دوز كي سpace أكتويا كونجا وعندي يعني نفس نفس التسهيلات اللي رهم ليوم في السوق الأدوية وتشجيع للاستثمار كنت بالأكسايدال يعني يعني ألوري ريوني entre parenthز الهزينة دنسولينا نلعزة نعم 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 11 مليون درون حلل في البانك يعاونونا. كان عندنا درام في الوقت هذا. ملا ميور مونير دو جيريس. نيباد الفينانسي. سير فان بروب. ست شهر أنا نجري عقبهم. هذا انتر بارانتاز. اليوم الجمعة كل عندنا متسايلات. فيها مازال بعد صعوبات بعد. ولكن فيها تسايلات والسياسة هي واضحة تالاكتفاء الداتي إلى 80-90% في الميدان بينها. سيد وزير سحا. را هو قايم مجهود كبير. وزماعة تهدر بركاتك باطل. را هو مجهود كبير. وغاو استكلف. كف. أولا يللس لأسجل أمثل را قد تلعب الأمثل في المددينة لأمثل أمثل راستنين والميدان. لإنطال الاجتماعي لدو جنبان في 2008 وقال سنفل للمدينة وليس كأنه مصدر في للمدينة اليوم هو درها لديه الكوراج للنستالي هدف الحكومة في 2017 هو أنها تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 70% من الإنتاج الوطني للدواء هل يمكن تتسيد هذا على أرض الواقع؟ إنه يمكن أن تتسيد هذا لكن هناك أشياء 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 أولا يجب أن 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 سيطن ت underestimate التطالن لا ي Caro لا يجب أن وفي وما Ok يجب أن يجب أن تتحابل معها؟ كيف يمكن انه sometimes كيف يمكن أن يستمر أيضا widerك ش73 أن يجب كيف ي ήταν now there are no problems now there are no problems we have been doing this time and we try to control it on the ground if you want to have a part of the market I am guarantee you a part of the national market with an farm that you realise in Algérie we have to have Pfizer, VENTIS or Somedial we have to do this this is what we need to be applied we have to buy the rupture لأنا في العمل وغيره هذا هو مبكس على المنزلات الحديثة إن الأبوال الأسر political فإن لا يجب أن يقفلوا لهم يجب أن يفعلوا لأنهم يتعرضوا بما يخطان وإنه there are the judges هذا يجب أن يتعرض شخص الذي ذكرت فيه إحتيقة وإنما سمع بعد 2 أو 3 إطارات أجلا في المجمع نسميه وحنا نعرف الهوام ما يمكن أن تقول لشخص الذي ضلمك؟ لا يسمحك الآن مصطفى إذا أمكان هناك بعض الصور تشوفها معي وماذا تتعلق بكلمة بعجالة من فضلك تفضل سيصطفى الصور الأولى شاكي بخاليل وزير ونزيدنا ودماوش pour répéter ce qu'on dit les autres إلا 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 تتعلي وإلا peut-être fait des erreurs y ainsi de suite mais pendant sa période le secteur de l'énergie a connu son apogy n'habbola n'akrono سورة ثانية مصطفى السيد بومدين درقاوي السيد بومدين درقاوي جا هو رئيس مدير عام مجمع صيدال من بعد سيزواني يعني الفترة اللي هل يمكن أن أعتبره كذلك ومن بين الإطارات المظلومة خصوصا أنه يعني رغم أنه كان يعني المدة اللي كان فيها كان يعني المجمع كذلك يعرف نشاط كبير أنا ما عرفتش علش نحاوه لليوم المشكلة نحاوه واحد ما عرفناش هذا هذا نوع من ظلم كنت نحي واحد قول علش نحيته ليما يما درك دار ولا ما دارش قولونا علش نحيته باش نعرفه ناخده ولكن دار يعني في التسيير المؤسسة على باله دار بعض غلطات مما علش صورة ثالثة مصطفى والله يعني هذا ما شفت منه غير بعد ساعات هو من الجماعة اللي كانوا جايبينها من عقبي مباشرة ولا غير مباشرة يعني أحمد ويحيا من بين الأشخاص اللي ظلموا الإطارات الجزائر آآ ساعات والله يعني سورة الموالية مصطفى وخدمنا مع بعض تقريب تلت سنوات أنا غادرت المجمع في أخر جنوبي 2016 وليس في تمنون الخير ونتمنى النجاح للمجمع تام لأنه مجمع كبير ولازم التسيير يدخل فيه شوية صرامة واليوم رأيه رئيس منتداج المؤسسات الناس كلها يتهاجم فيه لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير أخير صورة مصطفى أم كلتوم لا أسمحني شوية لا أتفضل أم كلتوم لا أسمح لك المخرج لا أم كلتوم لأنني عشاق أم كلتوم أنني شفتها في تماثين نعم تفضل تفضل لا أم كلتوم لا أم كلتوم لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير أم كلتوم وأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير لأنه مجمع كبير سيد جاميكا كلمة أخيرة ثلاثين ثانية الكلمة نعاوذ لك يعني نشكركم نشكركم أعطيتوني الفرصة منذ عشر سنوات وننسنى في الوقت هذا لأنه نعطي بعض التوضيحات وما زال شي كثيرا يعني قاعد تغير في نشكركم نتمنى كل نجاح القناة إن شاء الله نحن من باب هذا يعني ندعو كامل إطارات الجزائرية أنه نهار يعني تفتح يعني الأبواب أبوابها مفتوحة ومستعدين أن نستقبلوهم ومستعدين حتى أننا نستطفهم هنا باش يتكلموا على تجربتهم باش يتكلموا على اقتصاد الجزائري باش يتكلموا على كل شي يعني قناة نهار هي قناة كل الجزائرين السيد علي عون الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال شكرا جزيلا على قبولك هذه الدعوة سعدت كثيرا بمحاورتك وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نقول قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيفي الاقتصاد تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العام العي أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا